بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تحدثت في درس سابق عن حقيقة سوء الحظ وذكرت أن المعصية تجلب الحظ السيء يعني عدم التوفيق الإلهي وأن الطاعة والتقوى تجلب الحظ الحسن ثم بعد ذلك أوردت الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فوجدت في التعليقات أن هناك سؤال تكرر السؤال يقول إذن لماذا نرى بعض الفجار والكفار أثرياء ورزقهم كبير وواسع جدا في المال وأنا تقي وأصلي وأصوم ومع ذلك رزقي محدود هذه النظرية ليست على إطلاقها هناك كثير من الدول الكافرة بالله يغزوها الفقر ويكتسحها اكتساحا مثل ما عندنا نحن أهل الإسلام دول غنية ودول فقيرة كذلك عند الغير مسلمين هناك دول فقيرة ودول غنية بداية من قال لكم أن كثرة المال والجمال علامة من علامات حب الله للعبد القرآن الكريم في أكثر من آية آيات كثيرة ينفي وينقض هذا التصور وهذا الميزان الخاطئ اسمعوا إلى كلام ربنا جل وعلا وهو سبحانه يصف فئة من الكفار والفساق بأنهم أصحاب أموال وأولاد يعني من المترفين فيقول سبحانه وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا هذا هو الميزان الإيمان والعمل الصالح آية ثانية يقول جل من قائل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار يعني الله أثبت أن لهم أموال ولهم أولاد مع ذلك في النهاية هم وقود النار ويقول سبحانه في سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون والحديث النبوي المعروف إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وفي لفظ ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الصورة الجمال القوام القوام الثراء تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء تعرفين يعني إيش جناح بعوضة يعني ولا شيء عند الله يعني ليأخذوا ما يأخذوا وليبنوا ما يبنوا هم في النهاية يبنون مستعمرات على جناح بعوضة سبحان الله أحيانا عندما أكون في الطائرة وأنظر إلى المباني من الأعلى فأراها مثل الرمل مثل حبات الرمل من صغرها وحقارتها فأتعجب أقول يعني عجبا هذه الحبيبات هذه الذرات الهباءات هي التي يقتتل عليها الناس ويبيعون دينهم وآخرتهم ورضى ربهم من أجل هذا يبيع الإنسان دينه من أجل هذه الدنيا يعني الحقيرة ما سمي الدنيا إلا لدناءتها مكاننا في الأعلى مكاننا في الأحلى في السماء وبإذن الواحد الأحد سنعود إلى مكاننا الأصلي جنات وعدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية الدنيا لا تساوي عند الله شيء ولكن الإنسان الذي يتقي فتن هذه الدنيا تخيلوا أن له قيمة كبيرة عظيمة عند الله الصحابي الكريم سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن الله أكبر مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس يعني النبي كان جنبه رجل من الصحابة جالس فقال النبي له ما رأيك في هذا الذي يمشي مر أمامهم فقال يعني يا رسول الله رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطبه أن ينكح وإن شفعه أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطبه أن لا ينكح وإن شفعه أن لا يشفع وإن قاله أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا يعني هذا الفقير عند الله خير من ملء الأرض مثل هذا المترف الثري الله أكبر انظروا سبحان الله اختلاف الموازين عند الله فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة يعني أربعين سنة صحيح الترمذي وبلا شك أن المسلم التقيي الثري يسبق ويتجاوز الفقراء في دخول الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار جلست مع أحد الأثرياء سابقا قديما وتحدث لي بأريحية فقال والله أنا بقايا إنسان فتعجب سبحان الله يعني هذا الإنسان الثري الذي يملك يعني الملايين يقول أنا بقايا إنسان يقول حياتي ليست لي حياتي ليست لي من أول ما أستيقظ إلى أن أنا وأنا في المراجعات وفي الأشغال وفي الشركات وفي 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 وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ومن أصبح وهمه الله جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرق كبير بين من يستيقظ وهو من جرف وراء هذه الدنيا مقدما لهذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى وبين من يستيقظ وهمه الأول رضى الله همه الأول مرضات رب العالمين رأينا كثيرا من الأثرياء والمشاهير ينتحرون عجبا لذلك دائما ينبه العلماء والعارفون بالله والصالحون أن السعادة ليست في المال الرزق ليس محصورا في المال من الذي أوجد السعادة؟ السعادة خزائنها عند الله بألوانها وأنواعها ومشاربها ونكهاتها يبسطها وينشرها على من يشاء من عباده لذلك تجد الأتقياء الأنقياء أهل الله أهل المساجد أهل الحلال وهو في بيته المتواضع في وسط أسرته الجميلة المباركة يبسط الله عليه من السعادة في صدره ما يسعى له الخلائق أجمعين ما يقتتل من أجله ليل نهار البشر وهو في بيته يمده الله الجميل المجيب الجليل لمواهب السعادة والفرح لذلك قالوا هذه المقالة أهل الله لو أن الملوك وأبناء الملوك يعلمون ما نحن به من السعادة لقاتلون عليها بالسيوف والدليل قوله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة لا يستوي أبدا من كانت حياته مع الله ولله والله هو الأول في حياته مع من كانت حياته الدنيا نأتي الآن إلى مسألة في غاية الأهمية هي مسألة مفهوم الرزق والإشكالية الكبيرة التي يقع فيها عامة المسلمين إذا قيل رزق مباشرة يذهب الفكر إلى المال الرزق يا أخوة يا أخوات يشمل المال وانشراح الصدر والنور في القلب الرزق يشمل الأمان والسعادة والذرية الطيبة المباركة ممكن ولد واحد عاق يفسد عليك حياتك يفسد عليك معيشتك هناك أثرياء يعانون من الضنك والضيق ولا يملكون انشراح الصدر والله يحدثني أحد الثقات أن هناك شخص من كبار الأثرياء لا يستطيع أن ينام إلا بحبوب يأخذها من الطب النفسي فانشراح الصدر نعمة والأمان نعمة والاستقرار والسكينة لا تقدر بثمن فالرزق أوسع من المال الأخلاق رزق يا أخي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب فإن كنت من المؤمنين فاحمد الله حمدا كثيرا عظيما مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض قال الشيخ الشعراوي ما يحدث الآن في العالم يثبت أن المال هو أقل درجات الرزق وأن الصحة وراحة البال من أعلى درجات الرزق ويقول في موضع آخر المال هو أدنى درجات الرزق والعافية هي أعلى درجات الرزق وصلاح الأبناء هو أفضل الرزق ورضى رب العالمين هو تمام الرزق انتهى كلامه رحمه الله قال أحد الصالحين رغم صعوبة الحياة إلا أن للحلال نكهة خاصة فحصر الرزق بالمال فقط هو من الجهل وانطفاء البصيرة نظرة أخرى إلى المال هل المال فتنة؟ الحقيقة أن المال فتنة خصوصا إذا زاد وصار فائضا ثراء فليس كل أحد تأتيه الأموال يستطيع أن يلتزم بالاستقامة مع الله ليس كل أحد موجود ولا ننفي الخير الخير في أمتي إلى يوم القيامة هناك رموز للأعمال الخيرية من أمة محمد في العالم الإسلام الآن ولكن أنا أتحدث عن الغالب بعض الناس أتتهم الأموال وتكبروا والعياذ بالله الكبر هذا من كبائر الذنوب الكبر لله وحده من تكبر في الأرض أذله الله وجعله يوم القيامة مثل الذر مثل النمل تطاؤه الناس بأقدامهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني هذا أول مصيبة يقع فيها صاحب الأموال الطائلة لا يرى الناس شيء يحتقرهم يستصرهم أمام أمام ثرائه وجاهه ووجاهته لذلك الله جل وعلا إذا أحب عبدًا حماه من الدنيا وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه وهذا مصداقا لقوله تعالى ولو بسط الله الفزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله هو الأعلم بكل إنسان وما يصبح له رأينا بعض الشباب أول ما تخرج من الجامعة وتوظف ذهب وأخذ قرضا ربويا وسافر به إلى بلاد الغرب ليمارس الفاحش الزنى وشرب الخمر فكان المال عليه هذا يعني سخط وعذاب وغضب هنا المقياس إن كنت من الصالحين فتأمل خير من الصالحين من التوابين الذين إذا أخطأت تتوب مباشرة أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى فأبشر بالخير وإن كنت من هذه الفئة الأخرى ورأيت أن الأبواب تفتح لك وتبسط لك الأموال فانتبه واحذر فهذا يسمونه استدراج فالخبيث له رزق خبيث البعض تاجر بالحرام ويربح من هذا الحرام وتزيد أرباحه وتتوسع هذه الشركات ولكن اعلم كما أن هناك بنيان في درجات الجنة هناك بنيان في دركات الجحيم في دركات النار إذا رأيت إنسانا يغوص في الحرام فاعلم أنه يغوص في الجحيم أن بنيانه في الجحيم فاحمد الله على العافية وانظر بهذه البصيرة وهذه الحقيقة التي لا غبار عليها وقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون هناك إنسان مخير وأن يدخل هذا الإنسان الاختبار الدنيا وبمقتضى هذه الحرية حرية الاختيار التي أعطاها الله للبشر بين الخير والشر تكونت عندنا مملكتين مملكة الخير ومملكة الشر مملكة الشر لها رؤساء ووزراء وأثرياء جيوش عتاد أنصار أموال وكذلك مملكة الخير اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن إلينا المصير إلى الله المصير وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء المسألة خطيرة والناس مفتونة ومسحوبة ومسحورة بهذه الدنيا لا ترى الحقيقة إنها الغفلة لأن أخرج من هذه الدنيا نظيفا طاهرا متقللا والله خير لي من أن أخرج منها وأنا محمل بالأوزار والآثام والأثقال والشبهات قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزقه كفافة وقد نعه الله بما آتاه رواه مسلم محمد صلى الله عليه وسلم أتقى البشر الله عز وجل جعله آية في الزهد وزاوى عنه الدنيا ولو شاء الله لأجرى له الجبال ذهبا وفضة في الحديث الصحيح وكلكم يعرف هذا الحديث أن الله عز وجل خير النبي بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل يعني لمحمد هذا الملك ما نزل منذ خلقه قبل الساعة يعني أول مرة ينزل على كوكب الأرض منذ أن خلقه الله فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا قال له جبريل تواضع لربك يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا رواه أحمد طبعا بلا شك الدين الإسلام لا يحث على الضعف والدعا لا أبدا بالعكس دين الإسلام يحثنا على أن نكون من أقوى الأمم سواء في التجارة أو في الصناعة أو في القوة الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ولكن المعنى والمقصد أن تكون هذه الدنيا وهذه الأموال بيدك وليست هي قلبك لا تخزن المال وتبذل من أجله كل حياتك لا تضيع دينك وصلواتك وإيمانك المفهوم الصحيح أن تسعى لكسب المال ولكن من غير أن تنشغل عن الله أن تربح المال من غير الدخول في الحرام والشبهات هذا من الاختبار قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة قال جل وعلا يا أيها الذين آمن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله سبحانه أباح لنا جمع الأموال ولكن أن ننظر إلى المنعم ونؤدي حق الخالق جل وعلا من العبادة والإحسان والأعمال الصالحة فأنت لن تكون تقيا لن تنال مسمى تقي رتبة تقي إلا إذا مرت عليك اختبارات ونجحت في هذه الاختبارات فهنا تتحقق لك الوعود الإلهية للأتقياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين الصدقوا وليعلمن الكاذبين فالكل مبتلى الثري مبتلى بثرائه والفقير مبتلى بفقره إن حقق الفقير التقوى صعد وإن حقق الثري التقوى كذلك صعد لكن صعد صعود ليس المال فقط أنواع الأرزاق الأخرى التي ذكرناها سابقا ومنها المال فالكل إن حقق التقوى ارتفع وارتقى وهذا وعد الله لا يخلف الله المعاد وأعظم عطاء وأعظم رزق وأعظم هبة من الله سبحانه وتعالى هي الشعور بالمعية الإلهية والحب الإلهي والقرب الإلهي لا تعدلها أي راحة ولا أي فرحة ولا أي سعادة سبحان الله من يصل إلى هذه المرحلة لا يخاف من الموت لا يخاف من كوارث الحياة لا يخاف من المستقبل ينام ينام مطمئن قرير العين ينام وهو في أمان الله وهو في معية الله هذه التي يسمونها السكينة هناك تقوى أبشر بالخير واطمئن ولا خوف عليك ولا تحزن قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الله أكبر اسألوا اسألوا أهل الإيمان عن حياتهم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة الذي يعني أخذ الدنيا طولها بعرضها ما ترك شيء إلا استمتع به فيغمس في النار غمسه فيقول الله له عبدي أذقت نعيما قط فيقول لا وبعزتك يا رب ما ذقت نعيما قط غمسة وحده أنهت كل نعيمة أحرقت كل نعيمة ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقول الله له عبدي أذقت بؤسا قط فيقول لا وبعزتك يا رب ما ذقت بؤسا قط غمسة وحده في الجنة نسته كل متاعب آلامة وهمومة وأحزانة كل شيء راح هناك أناس ينزل عليهم الغضب في الدنيا لحكمة الله يعلمها وهناك أناس يمدهم الله سبحانه وتعالى في الطغيان حتى إذا قبضهم سبحانه وتعالى لم يفلتهم كل شيء واقع تحت الحكم الإلهي العظيمة التي تحيط بكل مخلوق على وجه الأرض تحيط بموازين الكون من أصغر درة هي في إحاطة الله إلى أكبر مجرة لو اختل منها شيء واحد لتلاشى هذا الكون فنحن تحت تدبير وقدرة وعلم أحكم الحاكمين جل جلاله وتقدست أسماؤه علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة ماء من بحر نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا في هذا الاختبار وأن يلبسنا لباس التقوى وأن يشرح صدورنا وينير قلوبنا وأن يعطينا الإرادة القوية والثقة واليقين بالله جل وعلا والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين